انتهت اللجنة الأربع الدائمة للبرلمان العربي من اجتماعاتها لمناقشة العديد من القضايا استعدادا لانطلاق الجلسة العامة الرابعة للبرلمان وناقشة اللجنة والسياسة والأمن القومي، أزمة النزاع في السودان وتوحيد كلمة الشعب السوداني بالإضافة لمناقشة الأوضاع في الصومال وفي اليمن والملف الليبي وجهود العراق في كسر جمود في سوريا عرضت اللجنة كثير من القضايا العربية منها القضايا المتعلقة بحقوق الطفل ومنها كذلك القضايا المتعلقة بالأضرار الطبيعية التي حدثت لبعض الدول العربية مؤخرا وهنا نشيد بدور دولة الإمارات العربية المتحدة سواء كان بالتشريعات والقوانين الداعمة للطفل أو حتى بالمساعدات الإنسانية التي قدمتها دولة الإمارات لبعض الدول المتضررة كذلك هناك الكثير من التوصيات التي وضعتها اللجنة سواء كانت في هذه المواضيع التي تطرقت لها أو حتى بالمواضيع القضايا التي نقشناها أيضا سابقا في اجتماعات للجان السابقة اجتمعت اللجنة الاقتصادية للبرلمان العربي الاجتماع كان فيه شقين قضايا تخص البرلمان العربي وفي تنظيمة في ميزانيتها في الانفاق داخل البرلمان العربي وأيضا قضايا تخص اقتصادية تخص العالم العربي يعني اليوم تم الحديث عن الأزمة الاقتصادية لمر بها الوطن العربي وخاصة تغير في أسعار الصرف أيضا الأزمة الغدائية الحادة لتعصف بالعالم كلها نتيجة لكورونا ونتيجة للحرب الأكرانية الروسية الكثير من المواضيع التي تم التطرق إليها في اللجنة وهي أعتقد أن كلها مواضيع مهمة تتعلق بالأسرة تتعلق باللغة العربية بالتدريس بالأوضاع الاجتماعية في الوطن العربي فكلها مواضيع في الحقيقة أخذت الكثير من النقاشات للإخوة والأخوات الأعضاء وأعتقد أيضا أنه اهتمام اللجنة بهذه المواضيع يعكس إرادة صادقة من الجميع من أجل أن تكون اللجنة في مقدمة اللجان الفائلة في البرلمان العربي تحدثنا مطولا عن العنف الأسري هذه الظاهرة التي أخذت أشكال كبيرة في الوطن العربي والتي تحتاج إلى وقفة حقيقية